علشان كده لو طولت في الصهرة لازم تشيك على العربيتك كويس قبل ما تركبها في يوم كان فيه بنت اسمها كيلة كانت صهرانة مع أصحابها في السينما فغلبها النوم وهي بتتفرج على الفيلم فقررت إنها تسيب السينما وتروح بيتها وخدت شنطتها وحاجتها وراحت لعربيتها وأول ما دورت عربيتها جت لها رسالة على الموبايل رسالة من الرقم مجهول بتقول لها أنت رايحة فين فافتكرت إنها رسالة من حد من أصحابها اللي سابتهم في السينما فردت على الرسالة وقالت مروحها البيت ورامت تليفونها على الكرسي اللي جنبها وكملت سواقتها للبيت ووصلت عند الإشارة والإشارة بقت حمرة وهي مستنية الإشارة تفتح جت لها رسالة تانية على الموبايل وكانت الرسالة من نفس الرقم المجهول وبتقول لها الإشارة حمرة البنت بتدت تقلق وتقول في بالها مين ده اللي بيبعتلي رسالة فقالت أكيد فيها عربية وراها بترقبها وأول ما فتحت الإشارة مشت بعربيتها في شوارع مختلفة يمين شمال يمين شمال لحد ما وصلت عند تقاطع وجت لها رسالة تالتة وكانت الرسالة من نفس الرقم المجهول وبتقول لها مش ده الطريق اللي انت متعودة ترجع منه للبيت البنت جت لها حالة فزع وفضلت تبص حولها وهي مرعوبة ومن شدة الرعب اتصلت على الرقم اللي بيرسلها وقالت له انت مين ومستخب فينه وبترق ابني فرد عليها وقال لها بص وراك فلما بصت وراها طلع لها من تحت الكنبة الورانية وقال لها متخفيش أنا معاك